الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيت النبه في موضوع العقيقة في موضوع العقيقة اشفوا العقيقة جائزة وهناك من قال مستحب وش معدها يعني عندك الأجر كديرها إذن أهم حاجة أني حبكم تفهموني السبب الحقيقي للعقيقة هو الشكر الله جل جلاله مش نديرها عادة ولا نديرها خدش خويا دارها الوليد وانايا تبهدي لما نديرهاش الوليد ولا نديرها خدش المراد التاعرة هي تضغط علي ولو ما عنديش لأنها عيب وعار لكما نديرهاش ولا زع ما واحد يزيد عنده طفل يكون عنده دارها يحيش شريكة بش النهار الزات عنده طفلة ما عندوش حاوزوهم الخدمة غلقوا الشريكة الدارها من نقصه ولو ما يكفيوش أما لا يجيه عيب لكما يديرهاش بش ما يقولوش كيف طفل دار عليها طفل ما داش عليها لا لا نحي من رأسك كل حاجة وعاجلت إليك ربي لترضى ديرها لوجه الله شكرا لله على ما أنعم عليك هذه نعمة كبيرة ذرية نعمة عظيمة الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعوا ربي يعطيهم ذرية صالحة أما أنت هذا هو الهدف من العقيقة واحدة اثنين العقيقة ما يذبح لسابع المولود يوم السبعة ولا يوم أربعطاش ولا يوم واحد وعشرين ما كاش عقيقة فوق واحد وعشرين يعني لا يعقع للكبير إذا عندك طفل كبير عام ولا عامين وربي يفتح عليك وحبيت تصدق وتنويله صادقة واش عليها روح شريكة بشتدبحوا وصلوا يا ربي شنشكك وصادقة حق ما أعطيهني ديرية ولكن لا تسمى عقيقة لا تسمى عقيقة تسمى صادقة إنسان يصدق لأن الصادقة تدفع البلاء هنا يجوزك تصدق على نفسك على زوجتك على أولادك ولكن لا تسمى عقيقة ما تعتقدش باليأكدات العقيقة هذه مسألة مسخة مهمة مدابيات تفهموها حبسوا حبس كلش خلاص حط ستيلوه حطين تلموس ما تنقي له باطاطة أولو تبعي هذه المسألة وم بعدها كملي أشغالك كيف أنا حسبوه سبع أيام هاي المسألة اللي نسقع راهي تتخلط لهم إذا زاد الطفل قبل الفجأ هذا كنهارنا حسبوه أنا حلمت للباش تفهموني زي ما عندنا طفل زاد قبل الفجأ تع نهار الحد قبل الفجأ تع نهار الحد هنا الحد نحسبوه الحد 2 3 4 5 الجمعة السبت العقيقة يوم السبت سبع أيام أما لو كان يزيد بعد الفجأ طفل زاد نهار الحد على 11 الحد ما نحسبوه لأننا المطلوب مننا نحسبوه يوما كاملا هاي نعود المثال زاد عندنا طفل النهار الحد على 12 هذك نهار حد نحسبوه ولا لا لا ما نحسبوش واش نحسبوه لتنين هاي ثلاثة الأربعة الأخميس الجمعة السبت الحد الاثنين اذا اثنين تلاتاء الحمس الجمعة السبت الحد العقيقة انتعوا يوم الافد لا لا قلنا الاثنين نحيوها استخدموا الله زاد هذا نهار الحد هذه العقيقة تعوا يوم الاثنين اذا اذا زاد قبل الفجر هذا كنهار نحسبه اذا زاد بعد الفجر هذا كنهار ما نحسبه فهمتوها مسألة أخرى العقيقة كي ندبحوا هذاك الخاروف منامشي هو منهم ديروا لعشاء للعائلة ويجو قايا يأكلوا لا لا العقيقة يتصدقوا بلحمها يعني ندبحون قطع 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 أدي الخاري فلان أدي العمتي فلان أدي الجارنا فلان أدي الفلان أنا كي قد خالي وعمي نقصد رجل كبير يعني المحترم في الحي يكون فقير أدي الفقر فلان الفقر فلان الفقر فلان الفقرة فلانية أما إذا كحدي العشاء للعائلة تشري الحم وحدة أخر فهمتوها الإمام مالك عليه الرئيضة والرضوان قال زاد عندي مزيود ذبحت كبش عقيقة وذبحت كبش ديت به العشاء فهمتوها الله يفهمنا ويعلمنا واللي يفهم يفهم لي ما فهمش إن شاء الله سائل من تبسى يقول طلبت مني زوجتي أن آذن لها في زيارة أهلها في العاصمة قاتلوا اسمحلين زور مالية في العاصمة وزعمت أنها اشتاقت لهم قاتلوا يا رجل أنت وحشت إمات وحش دارنا عادي وأذنت لها ولكنها ذهبت تهوم في شوارع العاصمة ولم تذهب إلى أهلها ولما اتصلت بأهلها أخبرني أنها ليست عندهم ولما كلمتها في الهاتف أخبرتني أنها عند أهلها ولكن تبين بعد مدة أنها لم تذهب إلى أهلها وأنها تجوب في الشوارع والمقاهي واتصلت بي وطلبت مني الطلاق إن صح لي ماذا أفعل يا سيدي هذه مراءة هاي أولا كذبت عليك والمومن يدير كلش إلى الكذب قاتلك توحشت إممالية أنت أسمحت لها ومن بعدها تتصل بها تقولك أنا عند أممالية وانت أكيد سخصي إممالية تقولك ما كاشها قالوا الحاجة بنتك جات لا لا ما جات يا أوليدي سخصي إخوها ما جاتش وتأكد عندك بعد ذلك أنها حقيقة ما راحتش إممالية كذبت عليك وإنما راهي تهوم في الشوارع وقول في المقاهي والفنادق والآن تسألوا لماذا تفعل أنت تقدر تعيش معهم مرأة كذابة وتكذب فيما يتعلق بالشرف وإي تصل بك أن تقتلقني هذه مرأة تغيش عيش معها أنت لا تبقى معها روح شوف طير مغمط مرأة صالحة ما تكذبش ما تكذبش النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ها شفت كذبت عليك راهيتهم في شوارع العاصمة مرام زوجتهم في شوارع العاصمة وتقول رجلاني عند دارنا ويمعيش عند دار يمها ها متكفيت بسا وأنت لا تعلم ماذا فعلت هذه المرأة إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا زال الرجل يكذب ويتحر الكذب يتحر يعني هو يخدم هذه الكذبة ماشي يزل قتله غلط جاي يقولك حلاقة البيضة ها جاي يقول أو جاي أخويا جاي تختي غلط لا لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذبا أنا الذي أنصحك وما نقدش نكذب عليك يا أوليدي تبسا تزوج روح تزوج وهذه سرحة روحتهم تزوج بالعاصمة هاي حبتهم في العاصمة خليها تهم في العاصمة جيب مرأة صالحة تقية لتعرف قيمتك وقيمتها الراجل وباباك ويماك والتقاليد والعادات انتعكم في تبسا بلاد الشرف حبيتي العاصمة روح يهومي في العاصمة ترجمة نانسي قنقر